اشتركوا في القناة ان شاء الله ربنا يتقبل منكم ويشافي مرضاكم ويرحم أمواتكم ويكون معكم ويعطيكم لا يرضيكم اليوم القمر موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر رح يضل في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و18 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الذراح وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء طبعا القمر بما انه موجود في برج الجوزاء ولغاية المساء وفي عنا خلوم مسار طبعا طويل ولغاية المساء لا ينتقل لبرج السرطان فرح نحكي بس عن انه وجوده في برج الجوزاء وحلقة الغد منحكي عن اخر درجات يعني اخر مراحل الجوزاء وانتقاله للسرطان طبعا الان القمر بما انه موجود في الجوزاء فهاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة وبيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية اللي هو النشاط والحركة وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في زوايا احنا منذكرها كل يوم هاي زوايا بطيئة تأثيراتها لا يعني لا ايام قادمة او تاخذ مدة اسبوعين او ثلاثة فمنظلنا كل يوم نذكرها لانها مهمة جدا والزوايا تأثيراتها اهم من تأثيرات اللي هي التوقعات اليومية فلو دمجنا الزوايا مع التوقعات اليومية بتكون احنا عرفنا بالضبط ايش اللي الايجابي والسلبي الايجابي اللي ناخذ فيه والسلبي اللي نحضر منه بالنسبة للزاوية الاولى هي زاوية تثليث ايجابية بين المريخ وبين اورانوس وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 11-2 منكسب من خلالها تعطينا هيك الشجاعة اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث ايجابية بين المشتري وبين اورانوس وهاي برضو مستمرة لغاية يوم 5-3 هاي الزاوية بتعزز عنها قوة الحدس وخصوصا في مجالات العمل والعلاقات مع المسؤولين والزملاء فبتعطي طاقة ممتازة جدا برضو اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين المريخ وهاي حكينا انها مستمرة لغاية يوم 17-3 طبعا هاي الزاوية ممتزجة يعني فيها ايجابية وفيها سلبية فنجد ايجابيتها انه بسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقات العاطفية الناجحة ولكن سلبيتها انه اكثر المتضررين هم المتزوجون لانها تخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية وخصوصا العلاقات اللي بتكون ضعيفة اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فاول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهي زاوية رح تكون ساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا بما انه صباحا معناته هي من ساعات الفجر لغاية ساعات الظهر بتظلها مأثر علينا او لساعات ما بعد الظهر بقليل فهي زاوية بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الاخيرة ما قبل خلو المسار هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس وهي رح تكون الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج طبعا تأثيرات هاي الزاوية بتستمر من ساعات الفجر لغاية ساعات العصر فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونطلق المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ونصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى ساعات المساء المتأخرة يعني لغاية الساعة احداش واثنين احداش وست وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الاردن ما بعد منتصر ليل يوم الجمعة على السبت هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة في زاوية بطيئة رح تتشكل وهي طبعا انه ايام منذكرها انه تقريبا يعني كم يوم منذكرها ولكن انه اليوم رح تكون ذروتها وهي ذروتها طبعا هاي الزاوية اقتران ايجابية بين عطارد وبين بلوتو طبعا الاقتران رح يكون الساعة ثنتين وثلاث دقائق عصرا بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية مستمرة لغاية يوم 14 اثنين بيزيد هاي الزاوية بتزيد من حدة ذهننا والحد سعننا وخصوصا القدرة النقدية وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم الاعمال وانجاح المشاريع واتخاذ قرارات لازمة الساعة 11 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا القمر رح يكون انتقل واستقر في برج السرطان فعشان هيك من ساعات المساء المتأخر نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة وانحاول خلق جو من الامان انه لا احبانه من مين لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن اشخاص ممكن يضرفوا الدموع وهم بقلبوا صور تذكارية في علبوهم يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه في هذا اليوم ممكن نشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب الانتقاد والغيرة نظرا لانه حساسيتهم للطرف الاخر بتكون في اوجهة طبعا فترة وجود القمر في برج السرطان بوسنا شراع عقار او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه لاطفالنا او قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نراعيها خلال فترة هذا اليوم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي انابيب الشعب الهوائية الرئتين الوصلات العصبية المهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي يعني والحركات والحركة جهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل طبعا هذا هو اكثر شيء ممكن اليوم تشعر في بعض الاعراض لهذه الامور فعشان هيك بتطلب منكم الاهتمام بالصحة بشكل اكبر بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء عمليات جراحية غير مناسب طبعا لها عملية ازالة الشعر الزائد اللي هو اللي بيكون بالليزر او الشعر الكثيف او الشعر اللي بيكون اساسا غزير جدا وفيه اشخاص بيكونوا خصوصا النساء اللي بدها تبطئ من الانبات فهذا غير مناسب لتبطئ الانبات او للليزر ولكن هو مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة طبعا هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم برضو مناسب الا انه في فترة خلوم مسار فهاي شوي تعمل بعض الاثار اللي لها علاقة اما بارتفاع درجات الحرارة او الام مكان اللقاح فعشان هيك يفضل اخذ بندول او برستيمول ثم احدتين كل ست ساعات على اساس انه يسكن الالام وينزل الحرارة طبعا لا غاية ما تنتهي الاعراض اما بالنسبة للمكان اللي بتاخذ فيه اللقاح اللي هو الكتف ان كان فيه الام طبعا البرستيمول بخفف الالام ولكن بحتاج الواحد لانتيبيوتك فعشان هيك افضل الانتيبيوتك اللي هو بيجي كريم فوسدين طبعا اذا كان فيه تحيج كثير لازم راجعة الطبيب عساس انه يعطيكو دواء له للتحسس بالنسبة للقمر بما انه رح ينتقل لبرج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين يوم اربعة عشر اثنين بيبدأ فيه تمام ساعة عشرة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة احداش وستة عشر دقيقة تقريبا لا ينتقل بعدها القمر لبرج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب احد عشر يوم فيه تمام الساعة تسعة او خمسة واربعين دقيقة صباحا بيصبح اثناشر يوم ونسبة الاضاءة خمسة وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين طبعا سعيدة بنسبة خمسة في المية القمر في الجوزاء وبدأ ينتقل فيه ساعة المساء المتأخرة لبرج السرطان ورح يمكث في برج السرطان لغاية يوم أرباطاش اثنين طبعا هو الآن سعيد بنسبة خمسة عش في المية ولكن مع ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة خمسة عش في المية المريخ في الجدي حتى يوم ستة ثلاثة سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشرة خمسة سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشرة في المية ورح نصف الثور حتى يوم أربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عش في المية نبتون في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عش في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عش في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر اليوم برضو موجود في البيت الثالث لا إلكم فعشان هيك اليوم بتنشطوا في السفر والاتصالات طبعا اليوم بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها ممكن يكون امتحان أو مقابلة أو ترويج العمل أو معنى الأجواء إيجابية أهم إشي أنك ما تتهرب من المسؤوليات ممكن شوي بتجد أن الأمور تتغير لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض اليوم بتكثر عندك الزيارات والتنقلات ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بالاتصالات أو بالإلكترونيات أو بالسيارات برج الثور بتنهم كل يوم في ضبط ميزانيتكم والأمور المالية ممكن بعضكم يحصل على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدناء الدعم أهم إشي أنك تتجنب النفقات ممكن اليوم تقلق بشأن مصاريف لا تصليحات أو لا استحقاقات مالية أهم إشي أنك تتجنب نزوات التسوق حاذر من تحديد الاستقرار المالي بالتقلبات وممكن تنشغل بمسائل مالية متنوعة فعشان هيك الحذر من الأمور المالية والمغامرات المالية في بعض الأوقات مطلوب لازم تدرسها بعناية برج الجوزاء ما زالت الطاقة موجودة عندكم واليوم بشكل أكبر فعشان هيك اليوم عندكم قدرة عالية على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حتى على المستوى العاطفي أو التجميلي القوة عالية فممكن اليوم تلمس انفراج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ ممكن تواجه الواقع بمنطق وعزيمة أو تتلقى جواب فهذه الفترة يعني ممتازة جدا وبتتوضح من خلالها كثير من الأمور بانتظارك اليوم لقاء لمرحلة جديدة أو اليوم ممكن تعزز لقاء معين برج السرطان طبعا بالنسبة لموليد برج السرطان بما أن القمر ما زال بالجوزاء لغاية ساعات الليل المتأخرة لا ينتقل لعندكم فمعناته لليوم كمان اليوم بنال منكم التعب بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا أكثر لغذائكم وراحتكم يبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشحونة والإنفعالات حاولوا أنك تأخذوا قصة من الراحة ممكن اليوم يعني تعاني من بعض صعوبة بعض الأمور فعشان هيك بدك تحاذر من الفشل والالتباس أو التراجع الصحي برج الأسد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء وهاي الفترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد من أحد الأصدقاء أو المعارف أهم شيء أنك يعني تحاول أنك تنجز كل أعمالك بشكل كامل وممكن اليوم تحتاج لواسطة أو تدخل أحدهم ممكن أنك تستشير أهل الإختصاص في بعض الأمور بتطمأن مخاوفك وبتفرح لحمل التأييد ودعم لقضيتك أهم شيء أنك ما تستسلم وحاول أنك تتفائل بالخير وبرضو في نفس اللحظة حاول تنجز كل الأمور المهمة اليوم قبل ساعة المساء برج العذرة حافظوا على سمعتكم وعلى إنجازاتكم القائمة في مجال العمل حاول أنك تقدم أفضل ما عندك لأنه ممكن بهذا الجهد اللي بتبدله تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ حاول أنك تكون على قدر المسؤولية وخصوصا بعلاقاتك مع المسؤولين أو بإنجاز أعمالك حاول أنك ما تتردد برضو بطلب رأي أو مساعدة أحدهم دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة وحاول أنك تتجنب الكلام القارس والمغامرات والمجازفات برج الميزان اللي بيتقدم لإمتحان أو عنده مقابلة بده يستعد اليوم بشكل جيد وخصوصا في ساعات الصباح فترة خلو المسار وبرضو بتكون تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات في الشوارع المفتوحة هاي فترة طبعا بتظلها حافلة بالنشاطات بالاتصالات بالحوارات بالعلاقات ابحثوا عن الحلول اللي بترضي الطرفين أو بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر عندك الانشغالات الإدارية وحاذر من المتاعب الصحية في بعض الأوقات يعني أو بعضكم ممكن يشعر ببعض التوعق الصحية برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم ملفاتكم ممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقادك من ورطة ما أهم شيء أنك ما تبقى وحيد تحاول برضو أنك ما تتقوقع على نفسك وانطلب الأجواء ما زالت ممتازة بالنسبة لإلك لكل الأمور اللي إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة اللي هي بتعود إلك ولا شخص شريك معك إن كان بنك ضريبة تعمين زوج فأشارك اليوم في كل النشاطات مبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة الأجواء ما زالت إيجابية ودعم لإلكم على كل المعاني هاي فترة صحيح أنه فيها بعض الصعوبة ممكن تثقل من خلالها بعض المشاكل أو الهموم أو سوى التفاهم أو المسؤوليات بتعيش لحظات صعبة ومحرجة وبتعاكسة في الظروف وممكن تظهر معاكسات كبيرة تعتبر هاي الفترة فيها صعوبة كبيرة شوي فعشان هيك حاول إنك برضو إنك ما تخالف القوانين وما تكون ساخر وما تستفز الأحبة أو تتحكم فيهم بدك تحاول إنك تمسك حالك اليوم استغلها على الأمور الإيجابية برج الجديد واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم وحاضروا من التراجع الصحي باكروا لعملكم وحاول إنك تترك مساحة للغير للتحرك باستطاعتكم اليوم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك طبعا الأجواء جيدة على مستوى العمل ودعميتك ولكن على المستوى الصحي بدها بعض المتابعة وبعض الحذر واللي بشعر منكم بشيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر في البيت الخامس فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر التنقلات والزيارات وبرضو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن اليوم تعيش فرحة ونجاح ولكن ممكن تضطر لمساعدة أحدهم أم ممكن أحد الأحبة الأولاد الأحباء أحد أفراد العائلة أحد الوالدين وممكن يفاجئكم أحدهم بالوقوف لجانبك الأجواء جيدة أهم إشي أنك أنت تستغل الظروف الإيجابية بشكل جيد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ما زالت الأجواء موجودة على مستوى البيت والعائلة لأن القمر في البيت الرابع فبتنهمكوا بأمور الهاصلة بالبيت والعائلة وممكن اليوم تحتاج لتخصيص وقت مهم لعائلتك ولشونك الخاصة أهم إشي أنك ما تتسرع بالحكم على الأمور وعلى الأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم من شك معين من غير معينة أو خلاف سوء معنى أشياء مثل هيك سوء تفاهم مثلا فعشان هيك حاول أنك تضبط أعصابك وما تكبر المشاكل ممكن يصير لبعضكم بعض الاهتمامات بتصليحات أو ترميمات منزلية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر